الوزارات اللي جاي احنا عايزين ايه؟ يعني مش بس مسألة ما هو المطلوب من الوزارات لا، انهي وزارات نحن نحتاج للتركيز عليها وشكل اداءها وشكل زواياها واتجاهتها اول حاجة هو الوزارات كوزارات عمومة كمجلس ووزارة هي برضو مسؤولية متكاملة عشان نبقى ومشتركة ومتضم انما اما نيجي بالراحة كده نقول في حاجة اسمها مجموعة اقصادية هل احنا محتاجين مجموعة اقصادية فعالة؟ احقول ايه؟ فعالة دمخة اها تطور سريع جدا تعلمها راقي جدا بعاه العالم انا بتكلمع العالم اخر حاجة تناسق بينهم ومش هيحصل التناسق غير لما الحساب يبقى جماعي المسؤولية المشتركة لها حساب مشترك أنا ده رأيي في المجموعة الاقتصادية هتفسرها واحد واحد مسؤول عن ايه عمر ما التناصق طحيب امية المية وحقهم برضو لان انت يوسف لو جيت وزير بكرة لو جيت وزير صناعة اول حاجة هتحاول تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة هتيجي تتشبك مع وزارة تانية فالوضع طب ايش انت ماشي الدنيا لو انت في البلد هتديله هذا الاقتصاص مش مهم هو مع مين انما اللي انت هتعمله انا بتكلم اي واحد فينا لا ده ده اختصاصي اللي هو وزير الصناعة من ايام ايه فانا حاجة انا اللي فرط فيه واتديله انا بقول لك بقى احنا دخلنا في القصة انت حل المشكلة دي زي ندت مثل اما وزير الصناعة عنده مشاكل للمصنعين مفروض بيقعد مع مين مع وزير المالي ما هو وزير المالي اللي مقرر حاجات مهين اعود معاه بقاني مش بقاني صفة بقاني حاجة ان انا اقول له المشاكل بس فوزير المالي يقول لي لا انا لو طبقت ده حتنقص اراداتي مثلا يعني 3% شهر الجاي فيه فرق ان انا اقول له خلاص وفيه فرق ان انا كافح عشان اقنعه ومن حقي اقنعه ان لقي الاراد حيزيد عندك بعد كده اكثر من 3% حيزيد كذا زائد البطالة لان الناس دي هتعين كذا او اشتغل انا كوزير صناعة بس واقول والله انا عرضت الموضوع مش فيه دي يا مصنعين انا عرضتوا على وزير المالي يوم ما فيه هي دي الحتت اللي اما يبقى عندك فيه جروب بتحسب الجروب على نجاحه الميزة بقى ان احنا دلوقتي دي مش مجاملة خطينا واضح يعني تعالى نتكلم كده من 3-4 سنين عن قطاع الخاص كنت هتلاقي ناس تتكلم عن قطاع الخاص وناس تتكلم ضد شوية قطاع الخاص او مش ضد يعني اقول ما تقول بس ما فيش حاجة ماشية بجد دلوقتي الطارجت معروف استثمار خارجي وداخلي قطاع خاص من اللي بيقول رئيس رئيس وزراء مفروض وزراء انا بتكلم كاملين والجهاز البلوكراطي اللي تحت الحكومة ده لازم كله يتكلم نفس القصة لان الهدف بقى واحد بقى الموظف الحكومي عارف ان طارجت البلد دلوقتي المطلوب بزيادة استثمار زيادة مصانع ده الطارجت اللي واضح اللي واضح وثيقة الدولة عملت والدولة قالت حاطل عميه الكلام ده برضو قابليه ما كانش ظاهر فكت احنا بنتكلم في كلام انا عجبني كلمة اساس اسلام الوضوح انت اقتصاد ايه؟ اقتصاد مفهوم يعني قولي انت مقفول ماشي انت مفتوح ما انت مفتوح يعني قولي نظام عشان حتى المستثمر وهو جاي على فكرة داخلي قبل الخارجي بل الخارجي مش هيجي غير لما يبقى داخلي مرتاح يبقى فاهم انا اولي واخري مع العلم ان الدنيا بقت سريعة قوي في العالم فالتنافس ما بقاش انت بتجذب استثمار لا هو العالم كله بيحاول يجذب الاستثمار صحيح مش امريكا واوروبا والصين لا 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 كل منطقة جنبك بتحاول تجيب اي مستثمر باي حاجة ارجع تاني اقول الحساب يبقى جماعي بمؤشرات جماعية بمؤشرات واضحة لينا كمان انا بتكلم لينا كسياسيين كبرلمان واضحة لينا كشعب الناس فهمة احنا رايحين في الحتة دي ده التارجد بتاعنا هنتحاسب على كده ده لازم يحصل